اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع السيدة هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حوار المنامة في دورته الحادي عشر حيث تم استعراض مجالات التعاون بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفرص الارتقاء بها وتطويرها وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالدور التنموي المهم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعمه لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر والمساهمة في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية منوها معاليه إلى المؤتمر الوزاري الذي سيعقد بمملكة البحرين حول تنفيذ الأهداف الإنمائية في الدول العربية في إطار التعاون المتواصل والممتد بين الجانبين من جانبها أعربت السيدة هيلين كلارك عن تقديرها لسياسة مملكة البحرين الثابتة والقائمة على التعاون الوثيقي مع الأمم المتحدة في كافة المجالات